بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ راح نبلش بالوحدة السابعة. راح نحكي عن الدرس الاول منها. اصلا الوحدة السابعة بتحكي عن حياة الاقتصادية في الاردن. حياة الاقتصادية في الاردن بتخص ثلاثة اه او اربع انشطة اقتصادية يعني انشطة اقتصادية او هي اقتصادية يعني انا انشطة بجيب اللي فلوس تالدولة. الانشطة الاقتصادية هاي الاربع اللي هما موجودين عندي اللي يحطلك ياهم بهاي الوحدة اللي هما عندكم الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة. هي هاي الانشطة اللي بجيب فلوس تالدولة. الزراعة صنع التجارة السياحة. هلأ طبعا هي الوحدة تلتة دروس. الزراعة درس لحالة الصناعة والتجارة سوا. درس واحد والسياحة درس الحالة هلأ حنبلش بدرس الزراعة هاي الوحدة كتير بسيطة وكتير سهلة حتى إنها أسهل من مادة التربية الوطنية اللي أنتوا كنتوا تأخذوها في الأول هلأ أهمية الزراعة في الدولة هلأ بيحكي لك هون طبعا هي من الأنشيطة اللي كتير بتهتم فيها الدولة لأنه إذا جاب ليس تؤال في الامتحان طبعا هم موجود في الدوسية بين أهمية الزراعة في الدولة أو اهتمت الحكومات بالقطاع الزراعي كونه قطاع اقتصادي مهم أنت كطالب بدك تجاوبه بدك تحكيله لأنها قسموها عشان يسأل عليكم حفظها إنها هي توفر الغذاء يعني توسن في توفير الغذاء الزراعة تعزز الأمن الغذائي أمن غذائي يعني أنا عندي غذاء وما بضطر أني أنا أجيب من برا واثنين أنا ما بدي أحكي أنه أنا بضطر لأنه هذا بيوصل لموضوع اكتفاء ذاتي بس يعني أمن غذائي يعني أنه أنا عندي أنا متوفر عندي بعض الأشياء اللي أنا بستخدمها في حياتي لومية توفير القطاعات تطوير قاسف القطاعات الاقتصادية التانية زي مثلا أنا يعني هلأ الصناعات الأغذية زي عفوا مثلا زي المربة هلأ هذا كيف ده أصنعه ما بقدر أصنعه إلا إذا كان في عندي زراعة طيب الملابس كيف ده أصنعها إذا ما كان في عندي زراعة قطن عرفته عليه كيف فإنه أنا بتعزز القطاعات أو بتطور القطاعات الاقتصادية التانية وفي النهاية توفير فرص عمل إذن أنا عندي أربع نقاط هلأ بحكي لك هون انسوا لي هذا السؤال راح أرجع له بعدين هلأ بحكي لك هون أهم المحاصيل الزراعية والمنتجات اللي كانت موجودة أنا عندي في الأردن يعني من لما تأسست عندي إمارة شرق الأردن المنتجات الزراعية كانوا يزرعوا قمح والشعير وفول وحمص وعد أسوك السنة والمنتجات الحيوانية شو التوقع منتجات الحيوانية حالية بصوف جلود لأنه يعني إحنا من ربي الدواجن والأغنام وهيك إذن حليب وصوف وجلود هلأ هون بدي يبلش لك في أول إيش بدي يحكي عنه في الدأس اللي هو تطور الزراع في الأردن كيف مراحل تطورها هلأ أول إيش بحكي لك معظم أهالي شرق الأردن عملوا في الزراعة في عهد الإمارة لحد ما صارت هي السمة لسكان الريف يعني الكل كان يشتغل في الزراعة هلأ إحنا طالعين من كنا طالعين من حكم دولة عثمانية وما في عندنا هالتطور في البلد فإنه إحنا فعليا ما كنا عم نعمل إشي إلا هو موضوع أيش موضوع الزراعة فإذن كنا عم نشتغل في الزراعة وخوصا أنه إحنا منطقة الأغوار منطقة خصبة جدا وأيام ما كان نهر الأردن بمر فيها والمية عمالها بتمشي والأرض كانت هناك خصبة هلأ بعدها نضل طبعا الزراعة هي نشاط الاقتصادي لحد الاستقلال يعني نشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان الأردن لحد الاستقلال وجابوا لكو دائرة مرة في الوزارة سنة 2018 كإنه آها اللي هو إيش اللي هو إنه نشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان بعد حصول أردن على استقلاله كان عام 1946 هو وإنتوا بتحطوا تختاروا الزراعة من الأنشطة الاقتصادية هلأ كان فيه اهتمام واضح من قبل الحكومات في القطاع الزراعي فإيش عملوا أصدروا قوانين النظمة إلو بتنظم القطاع الزراعي وقدموا قروض المزارعين في عندي أنا ببعطوا قروض خاصة للمزارعين عشان يزرعوا أراضيهم أو إنهم يعني يطوروا الإنتاج الزراعي عندهم الخدمات الإرشادية والبيطرية إرشادية يعني إرشادية بطريقة الزراعة والري يعني مش أنفين طرق حديثة وفي عندي طرق ري تانية حديثة برضو هلأ البيطرية اللي هما اللي بكون في عندهم بربوا حيوانات كيف إنهم يعني يهتموا فيها كيف يعالجوها كيف كذا تمام إعفاء مستلزمات لإنتاج الزراعي من الرسم الجمركية لا هاي ما كان في عليها إيش ما كان في عليها رسم جمركية وخمسة توجيه المزارعين نحو استخدام الأنظمة الزراعية الحديثة تمام هلأ إذا جاب لكم سؤال في الامتحان السؤال اللي أنا حكيت قبل شي رح أرجع له أنا عيدته هون لأنه فيه ثلاث أسئلة إلهم نفس الجواب تقريبا تراجع الإنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية إذا جاب لك يا فستر التراجع الإنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية أو تراجع العمل في القطاع الزراعي أصلا كله في العقود الماضية أو جاب لك تراجع العمل في الزراع البعلية لحالها ماشي زراعة البالية اللي هي بتعتمد على مياه الأمطار يعني إحنا ما بنرويها بتطلع بسبب مياه الأمطار ماشي الجواب شو بدي يكون لأنه تطور قطاعات الاقتصاد الثانية زي الزراع وزي التجارة يعني أدى إلى هجرة بعض السكة من الأرياف إلى المدن فتراجع الإنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية وزراعات البالية يعني الناس صار تترك الأراضي الزراعية تيجي عن المدن عشان تشتغل بالتجارة وتشتغل بالأعمال الإدارية وتشتغل بالصناعة فهذا الإشي أدى لإيش أدى لضعف الإنتاج الزراعي ماشي هلأ هو هون حط لك إنجازات قامت فيها الحكومات عشان تتم بالقطاع الزراعي وتحافظ على المياه فيه فبيحكي لك يعني أنه إحنا أصلا هو المقصد منها أنه إحنا دولة ضعيفة ما عنا قلة مصادر مياه ما عنا يعني أننا إحنا ضعيفة مائيا قصلا بعد تحويل مياه نهر الأردن فما عنا مياه للري وبيعتمدوا على مياه الأمطار ومياه الأمطار أصلا ما بتكفي للأراضي الزراعية الموجودة أنا عندي في الأردن فراحوا عملوا على طريقة إنهم شقوا قناة الملك عبد الله على نهر يرموك هلأ هاي قناة الملك عبد الله اللي شقوها على نهر يرموك لحتى إنه إحنا نوصل المياه للأراضي الزراعية هلأ هم عملوا إنجازات مش بس شق قناة الملك عبد الله عشان يهتموا بالقطاع الزراعي ويوفروا المياه اللي هو شقوا قناة الملك عبد الله على نهر الموك وعملوا مشاريع الحصاد المائي المحافظة عن المياه مشاريع الحصاد المائي مثل إنشاء سدود وحفائر ترابية السدود انتو بتعرفوا هو الحفائر الترابية اللي بجمعوا فيها مياه الأمطار وتنظيم حفر الآبار الارتوازي واستغلالها بقر ارتوازي في مياه في المياه تمام لحتها إننا نستخدمها في الزراعة هلأ فإنه إذا جاب لكم سؤال في الامتحان شاهدت الأشياء اللي إحنا حكناها قبل شوي عن الاهتمام إنه ليش عملوا إنجازات لأنه إحنا في عنا يعني إنجازات اللي هي هاي إنجازات الزراعية والمياه وشق قناة ملك عبد الله هاي أسباب شقها للقناة لأنه إحنا ما عندنا مصادر مياه ومنعتمد على المياه الأمطار اللي ما بتكفي لحشة الزراعة والشغلة الثالثة تنقص المياه المخصصة للري تمام فإنه عشان هيك إحنا إيش منثوي إحنا شق قناة الملك عبد الله هاي على نهر اليرموك تمام هلأ هون إذا جاب لكم تعريفها طبعا هو جاب تعريفها بسنة 2019 وزاري اللي هي قناة الملك عبد الله المشروع الزراعي الأول في منطقة الأغوار على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن الماضي الدائرة طبعا جاب لكم إياها المنطقة التي أنجز فيها الأردن مشروع الزراعي الأول هي وانتبقوا تغتروا الأغوار وضح طرق مشاريع الحصاد المائي للمحافظة على المياه إنشاء السدود وحفائر الترابية الحافظة المياه وتنظيم حفر الأبار التوازي واستغلال هاي حكيناها قبل شوي أهم السدود في الأردن هلأ أهم السدود في الأردن بيجي سؤال وزاري أذكر أهم السدود في الأردن لدينا سد الكفرين، سد الوحدة، سد وادي العرب، سد الملك طلال، سد الوالة، سد الموجب، سد التنور هلأ أخر شيء موجود لدينا في درس انتظام توزيحها؟ وليس منتظم توزيحها، يعني إحنا في الأردن في عنا مناطق زي مثلا بتكون فيها التساقط كثير كثير عالي تساقط الأمطار ومناطق تانية التساقط بيكون فيها كثير بسيط وكثير خفيف ما عم توصل لها الأمطار زي الأغوار مثلا تمام؟ هلأ عندنا التناقص الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية؟ احنا ذات الجودة العالية ما عندنا أراضي зراعية جودتها عالية بسبب الزحف العمراني ف ESDON إعني هذا يخبرنا عن ما فيه الكفاية وانتوا اكيد عارفينه خلال 11 سنة اللي امرت بس انا رح حكي لكم الزحف العمراني يعني بناء البيوت على حساب الاراضي الزراعية تمام يعني كم فئك يعني انا شوفي عندي مناطق زراعية او اراضي زراعية كان مزروع فيها اشجار وقتلعت هاي الاشجار لحتى انه احنا نبني ونوسع على حساب او انه احنا نبني بيوت وعمرات على هاي المناطق فهذا المقصود بالزحف العمراني تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي مما يؤدي الى تصحر الاراضي الهامشية واراضي البادية هلا اذا جاب لك سؤال مثلا انا هون حط لك بداية النقطة اذا حط لك فسر تصحر الاراضي الهامشية واراضي البادية انت ديك تجاوبيه بسبب تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي شو يعني جفاف وتغير المناخي وشو يعني هادول اشياء بأدوة الصحر الجفاف هو قلة مياه في الارض في التربة التغير المناخي هو انه انا احنا زمان كان الربيع بشهر ثلاثة يبلش اعرفتوا او بنص ثلاثة يبلش هلأ احنا وين احنا هلأ من ظلنا العام احنا ظلنا مشتين لأول شهر ستة هذا المقصود في كلمة التغير المناخي هلأ كان البرد يبلش من أول تشرين اللي هو من أول شهر عشرة هلأ البرد عم بتأخر يعني الموسم الشيطة عم بتأخر شوي بلش بنص 11 تقريبا فإنه فعليا أنا صار في عندي تغير مناخي هلأ التغير المناخي الجفاف الأرض بتكون مهيئة إنه أنا في هذا الموسم المعين إنه أنا راح مثلا تتساقط الأمطار على هاي الأرض راح تتشبع بعناصر غذائية معينة فإنه أنا هاي الأشياء بتأدرها تصحر أيش المقصود بالتصحر هلأ الجفاف هو بيأدرها تصحر يعني إنه الأرض الزراعية بتكتسب ظروف الصحراء لحد ما بعد أي كم من سنة توصل لمرحلة الصحراء هي ما بتصير التصحر مش يعني صحراء بس إنها بتكتسب ظروف الصحراء تمام فإنها بتأدرها تصحر الأراضي الهامشية وأراضي البادية هلأ النقطة اللي بعدها ضعف التسويق الزراعي داخليا وخارجيا يعني ضعف التسويق الزراعي داخليا وخارجيا هذا يعني إنه فعليا فعليا هلأ أنا ما عندي زراعة تكفيني إنه أنا عم أصدر برا هلأ إحنا فينا تصدير لبرا أسمع لنا تصديري كتير كتير عالي تمام فإنه أنا ما عندي هلأ لأنه مش كتير المنتجات الأردنية ممكن إنها تكون يعني ذات جودة عالية بين الدول يعني أنا في عندي مناطق تاني مثلا زي النيل مناطق النيل اللي هي بطير السودان ومصر هلأ 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 زراعة بتكون فيها أعلى وأفضل هلأ وكمان أنا في عندي طرف التسويق الداخلي دائما إحنا يعني لما بنروح على بصراحة على الدكاكين هاي اللي بتبيع أو البقاء اللي بتبيع للخدرة هلأ بيقول لك هذا مستورة فإحنا بنروح عليه على ستريع يعني هذا مستورة بيكون أفضل إحنا هيك بنفكر فإنه إحنا عندنا ضعف التسويق الداخلي والخارجي خمسة ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين يعني مرات بتلاقي السوب مليان بسلعة معينة مش تلعة اللي هي نوع من أنواع الخضروات أو المعين وفاضي من نوع تاني يعني مثلا بتلاقي مرات البندورة معبي البلد بتصير كيلو البندورة بشلن لأنه فعليا في عندي كمية كبيرة بدهم يخلصوا منها المزارعين لأنه كل المزارعين زرعوا بندورة هاي السنة بس مثلا ما حدا تم موضوع الخيار عشان هيك بنطلق كيلو الخيار بصير خمسة سبعين قرش على المواطن لأنه ما عندي خيار أنا ما حدا جزرع خيار فبيجيبوا مبرة فأنا إذن التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين إذا كان موجود هذا الإشي راح أنا يرفع عندي الإنتاجية الزراعية ويحسنها وهيك بنكون خلصنا الدرس ويعطيكوا ألف عافية